دكتور حسام يعني الفترة الأخيرة شفنا كل يومين ثلاثة افتتاح لمتحف جديد بيضاف كده لثروة المتاحف المصرية منشآت سياحية جديدة شايف قطاع السياحة خلال الشهور اللي فاتت ازاي التطور اللي حصل فيه عشان جذب عدد أكبر من السائح الحقيقة طبعا هو كان فيه تطور كبير في الترويج السياحي المصر بشكل كبير من قبل الدولة الاستراتيجية اللي كانت وضعها وقبلها للتحقيق ونفزت بالفعل زادت في أعداد السياح أو كنا متوقعين أن يوصل أعداد السياح هذا العام يعني بنهايته إلى مثلا 17 مليون سايح أزيد من العام الماضي 2023 ولكن تبقى للظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة فهنوصل لنفس العدد تقريبا 15 مليون سايح وده عدد كويس جدا بالنسبة لمصر الخطط الترويجية المتاحف الأثرية فعلا ودي نوع من السياحة الثقافية اللي بتبقى معظمها في فصل الشتاء بداية من أكتوبر وحتى نهاية أبريل أو بداية مايو على مدار العام بقى بيبقى فيه سياحة شاطئية سياحة مؤتمرات سياحة علاجية سياحة استشفائية أنواع سياحات مختلفة بيهمنا في المقام يعني كل السياحات اللي موجودة حضور المعارض الدولية والبورصات الدولية بصفة مستمرة كان في الفترات الماضية وفي الفترة القادمة في نوفمبر في الورد رافل ماركت في لندن مصر هتكون متواجدة بقوة بإذن الله عايز أقول أن التهران الإنجليزي التشارتر ابتدى ينزل له أسر هذا العام وده بقى له كان عشر سنين ما بينزلش فدي خطوة كبيرة جدا الأمن والأمان اللي فيه مصر الحمد لله والطاقة الاستعابية والمطارات والسيرفس اللي بتقدم بتزيد من التدفق السياحي نتيجة الريفيوز اللي عن مصر في كل السوشيال ميديا والمواقع العالمية من قبل السياح اللي بيجوا مصر بتؤدي إلى جذب مزيد من السياح وبتبقى إيجابية بنسبة 95% فبتبقى مصر بناء على هذه التوقعات والريفيوز بالإضافة للتقارير اللي بيكتركوها السياح وجهة من الوجهات العالمية بالإضافة للجو طبعا وقصر المسافة ما بين مصر مثلا وأوروبا خمس ساعات ونص بالإضافة طبعا الدول العربية كانت موجودة طوال فترة الصيف في العالمين ومهرجان العالمين وطبعا الدول الأوروبية في الغرداء أو شار مشيخ بصر قدمت برضو حوافز كتيرة لدعم التهران الشرطر اللي هو أهم حاجة في المنظومة السياحية بالنسبة للتور أوبريتور أو ترافل إيجنسي بره وخطوط التهران الدعم ده بيبقى دعم مادي بشكل معين وامتد لغاية 2025 بحوالي 100 مليون دولار هو كان ينتهي في أبريل 24 وبعدين لغاية أكتوبر حاليا وبعدين لغاية 2025 ده بيزود عدد مقاعد التهران وبيزود عدد الأفواج السياحية في كل المحافظات مصر السياحية والمطارات السياحية أو المطارات مثلا زي مطار سفينكس أو مارس عالم الغرداء البحر الأحمر الجنوب سيناء سانت كاترين طابق إلى آخر وكل المطارات دي العالمين طبعا مارس متروح برج العرب القاهرة يعني كل التهران الشرطر بيزيد بيزيد عدد السياح بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر